في ليبيا تطورات متسارعة تشهدها الساحة السياسية بعد تأجيل موعد الانتخابات والتي صاحبها مؤخرا تعيين مجلس النواب الذي يتخذ من الشرق مقرا له وزير الداخلية السابق فتح باشاغا رئيسا للحكومة خلفا لعبد الحميدة بيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية في غرب ليبيا عبد الحميدة بيبة ورغم سعي البرلمان لإزاحته من المشهد السياسي وتعيين حكومة جديدة ها هو يجدد تعهده بعدم التنحي عن منصبه إلا بعد انتخابات وطنية نزيهة تضمن الاستقرار في البلاد معلنا في نفس الوقت عن خطة لتنظيم انتخابات برلمانية قبل نهاية يونيو القادم وتأجيل الاستحقاقات الرئاسية لوقت لاحق نعم للانتخابات البرلمانية لأن قانونها صادر وموجود نحن سنبدأ بالانتخابات البرلمانية نعم البرلمانية ثم ترحل الانتخابات الرئاسية لتنزز وفق دستور دائم الخطة التي أعلن عنها دبيبة تنص على إجراء استفتاء على الدستور بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية التي سيتم تنظيمها حيث شدد على أن خطته هي الحل الوحيد الذي يخرج الكيانات السياسية بما فيها حكومته من المشهد السياسي الليبي فإن خطة عودة الأمانة للشعب ستنهي كل الأجسام الموجودة وعلى رأسها حكومة الوحدة الوطنية هذه الخطة ستنجح فقط عندما يكون الكل شركاء فيها رئيس حكومة الوحدة الوطنية في غرب ليبيا أضاف أن المسار الذي يتبناه البرلمان يهدد البلاد بالعودة للمربع الأول وهو الانقسام بين الأطراف السياسية الذي يجعل بلوغ قاعدة دستورية في البلاد بعيدة ترجمة نانسي قنقر